مبارح اتكلمت عن مايار الشريف ويمكن الأسبوع اللي فاتتكلمنا أنا وانت عن مايار الشريف وعايزين النهاردة تاني نقول مبروك لمايار الشريف بطلة التنس والملقبة بفتاة مصر طبعا الذهبية فازت بلقب طولة فالانسيا المفتوحة للتنس الأردي مش عافي لي بيقولوا عليه تنس أردي ما هو تنس يعني ما علينا اللي انتهت فيه اللي تفريق بينه وبين كرة البدرة اللي ليه عشكال تانية زي سكواش مش طرحات شوية غريبة بالعرب وتنس طولة اللي تفريق بينه وبين تنس الطولة ده ما تنس يبقى تنس طولة مش كل الناس يقول بين فونج يعني معظم من الناس ماشي يبقى ده تنس طولة ده تنس مسلا على كل حالة مطولة انتهت مبرح في اسبانيا ومايار الشريف طبعا هي كانت مصنفة رقم 40 عالميا حققت إنجاز جديد جدا بعد الفوز في النهائي على الإسبانية وبمجموعتين دون رده كده قفزت مايار الشريف بقى من ال41 من التكلم عفوا ال41 ل31 عالميا وهو طبعا المركز هنا بقى يا كريم دي النقطة الأفضل في مسيرتها والأفضل لأي لعب ولاعبة مصرية عبر التاريخ أنا هرجع بيك شوية لأن هي تخطط إنجاز كابتن إسماعيل طبعا الشافعي رئيس اتحاد التنس المصري الحالي واللي وصل للمركز رقم 34 فهي تخططه في المركز الواحد و30 عالميا يعني وهو الكلام ده كان عام 1975 طبعا كابتن إسماعيل الشافعي من الأسماء الكبيرة جدا في عالم التنس المصري وقدم كتير جدا غير نوع رئيس الاتحاد الحالي بس هو كان بطل له اسم كبير جدا جدا كمان ده بشكل ضمن يعتبر هو الأب الروحي طبعا مبروك طبعا ميار إنجاز تاريخي عن جدارة نقدر نقول حاجة زي كده لسه يعني بتصنع تاريخ جديد مصري نقدر نقول لابده الشكل مش لوحدها يا حضرات في كبان لأ ترجمة نانسي قنقر